انا اسمي نور انا فلسطينية سورية انا محامية انا من مخيم اللي يرموك من سوريا اذا بدأ ارجع بذاكرتي للمخيم يعني انا صار لي سنة برا ما بقول انسيته ما بنساه بس فيه شغلات شوية تغيرت يعني ما بقى كتير اتذكرها قدرت تكون علاقات اجتماعية كتير حلوة كان فيه ذكريات كتير مشتركة مدرسة دراسة جامعة سوق اهل معارف رفقات قالولي ان المخيم صارت فيه تجارة كتير اوية هو فعلا اقتصاديا كتير اوي المخيم يعني فيه بنوكة خاصة فيه شركات تليفون يمكن فيه كان خمس بنوكة فيه محلات ماركات من جميع الماركات كان فيه بنتهم كان فيه مجيلة كان فيه صالة عراس في المخيم بشكل كتير واسع اه كان يفرق العرس الفلسطيني انه كان فيه شي اسمه اربة كانوا الشباب هاي اسبوه والفلسطينية عندن عادة اسمة تعليلة قبل العرس بيوم بيعملوا حفلة وبيعملوها بالشارع او بالبيت يعني حتى لو بالشارع كلهم بيعرفوا بعض اه بعدين العرس الفلسطيني ما كان فيه تغيير بدلات عرايس كتير شوام كانوا لا انه كلنا صاعب تلبس فستان سهرة شكل لا الفلسطينية ما كانت عندن هي العادة ابدا بعدين شوي صاروا الفلسطينية ياخدوا من اعراس الفلسطينية صاروا يختاروا الصلاة اللي برا المخيم صارت طريقة لضيافة نفسها ما بعرف اذا حشوف المخيم يوما ما ما عندي جواب بس بعرف انه المرة الوحيدة اللي علقت القارمة باسمي اني انا محامية كانت بالمخيم وعندي صورتها اقدر اتصورها للحظ ما بعرف اذا انا عندي استعداد نفسي اني شوف المخيم بعد الدمار وبعد المشاكل اللي صارت قبل الحرب ما كنا نحكي ابدا عن مثلا سوري او فلسطيني ما كانت تنجاب بطريقة كتير واضحة هاي المواضيع يمكن كان يكون فيه اختلاف بس بجزء ما كنا نحكي عنه وانا كنت صغيرة يعني كنت تحت 18 ما كتير واعي لهاي القصاص كنا بنعرف انه فيه سوري انه سوري فلسطيني اي منعرف الفرق بين السوري وبين الفلسطيني بس ما كان فيه تمييز مسلا السوري ما يطلع معنا مظاهرة بيوم الارض اولا انا فلسطينية ما علي سورية فالدولة الوحيدة اللي سمحت لي ان يكون محامية هي سوريا انا بقيت كل هالفترة بسوريا بس لانه كان الاصر العدلي فيه انا قدران امشي فيه بس ما هي ارضي يعني كيفير فلسطينية بيقولوا انه الارض غالي عليهم ويا راك ما طلعوا انا من نسبة اني كانت هي هيك وما بتقدر ترجع ولا حترجعوا حتى لو رجعت احنا ما عدنا نقدر نعيش بسوريا لكتير اسباب حرب ومشاكل وما في شغل وما في مصاري يعني حتى لو انا رشحت ومشيت بكل اضرط الارض طبع الاصر العدلي بس انه انا عمري ثلاثين سنة اذا بدي اشتغل اذا بدي اتجوز اذا بدي اصرف اولاد ما في امكانيات مادية انه ايه انا ما عندي حرب ما خسرت لا ايد ولا رجل بس خسرت كل الناس اللي بعرفها بس انا ما بقدر عيش ما بقدر كمل بلد يعني انه ما بتقدري تشتري فيه حق طياب او حق اكل بحس حتى اذا بدي اتجوز بسوريا انا عبرتكب جريمة انه ما فيني يجيب ولاد وما قدر ام من له مصروف او حطه بمدرسة ممكن انت انقصف انه هذا مو من حقي مو من حقي اختار حياتي الخاصة كرمان خاطر بحياة غيري ما بعرف كيف بدي ارسم شي حلو عن المحامة بسوريا بس عم بحاول ارسمه يمكن ما قدر ارسمه انا بجوز ساعة غيري ارسمه لانه انا انتهى بالنسبة لي ومقتنع انه انتهى واليوم فيو اللي طلعت من سوريا كنت عارفان اني ما حارجع على الاصر العدلي وبعرف انه الاصر العدلي اساسا انتقل من محله الاساسي لمحل تاني انه ايه هو انتقل للاحسن صح بس ما عارف انه انا ما حارجع على نفس المحل وما حارجع البس نفس التيابي اللي نزلت فيو اشتركوا في القناة